بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله المبعوث رحمة المهدى خلاص بقت حلقات السبت عندنا حلقات بيبقى مليانة سعادة وهنا بنتكلم فيها عن أصحاب السعادة وأصحاب السعادة والسعادة دايماً بتحب الزيادة الشخص اللي فهم إن السعادة مرحلة وصلنا إليها وتنتهي يبقى مش هيكون سعيد إعلقة الكلام ده بحلقتنا النهاردة حلقتنا النهاردة بتتكلم عن حاجة ناس كتيرة بيأخروها فتتبخر وما يهتموش بيها فتتجمد ويحصل لدى الإنسان شعور بإن حياته انتهت وهي لسه بتبتدي إيه الحكاية اللي احنا عايزين نتكلم عليها مع أصحاب السعادة اللي هم مقبنين على الزواج أو حديث الزواج وكمان مفيش مانع يكون كمان مع المخضرمين في الزواج اللي عاشوا فوق الخمستاشر سنة إيه اللي حاصل؟ عندنا صفة مهمة جداً جداً لازم يتعلمها المقبنين على الزواج في أول الجواز إيه هي دي؟ حاجة اسمها مهارة تجديد الحياة الزوجية من الأول خالص لازم الواحد يكون عارف إن تجديد الحياة الزوجية هي تجديد العلاقة اللي بتكون ما بين الزوجين الزوج والزوجة حتى وهما مقبنين على الزواج بيكون في فكرهم إنهما لما يجددوا الحياة الزوجية يجددوا في الأشكال يجددوا في الأساس يجددوا في الدجور بس هما بيبقى أصدهم حاجة هما مش عارفينها إحنا النهاردة عن التكلم عشان نعرفها له لإن إحنا قبل كده قلنا إن إحنا الحلقات بتاعت يوم السبت دي كانها حلقات بتتكلم عن دورة تدريبية بتكلم عن الإرشاد بتتكلم عن توسيع الأفاق في التعامل مع الزواج وعشان كده عايزين نفهم إن تجديد الأساس أول ما تلاقي زوجتك بتقولك إحنا عايزين نغير الأنتري إيه وأتفهم إن هي عايزة تغير الأنتري ده عايزة تغير إيه؟ عايزة تجدد في حياتها الزوجية في حاجة كده هي حسّت ببرودة في الحياة الزوجية حسّت إن في حاجة كده محتاجة تتغير في حياتهم الزوجية نفس الكلام لو قالت لك مثلا خطبتك أو قالت لك اللي إنتوا الاثنين مقبينين على الزواج قالت لك والله أنا عايزة أغير شوية من طريقة كلامنا مع بعض أو طريقة كذا يبقى هي مش أصداها ده أصداها إن هي تجدد في هذه العلاقة طيب نعمل إيه بقى؟ لازم نعرف إن دي مهارة التجديد في حيات الزوجية دي مهارة مهارة الإنسان لازم يعرف قاعدة مهمة جدا بنعلم الناس الحب يا سيدي كان علامة الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما والإمام بخاري بيبقى وباب أن الإيمان يزيد وينقص يبقى الحب بيزيد وينقص يبقى أول حاجة لازم نعملها أول حاجة لا تراهن على الحب يعني إيه لا تراهن على الحب يعني الحب موجود عشان يزيد مش عشان أراهن عليه موجود عشان يزيد ومش ينقص وعشان كده لازم دائما أنت تكون ساعي إن الحب يزيد طب يزيد إزاي؟ يزيد بإنك إنت ما تراهنش عليه لازم تعرف إن تجديد الحياة الزوجية ده مش طرف ده واجب شرعي واجب شرعي ليه؟ لأن شوف التعبير القرآني وعاشرهن بالمعروف عاشرهن يعني نفضل المعروف ده بيزيد ما بينقص نستمر بعد العاشرهن كده يقوله بالتعبير الإنجليزي ده بقى بروسس يعني بقى عملية عملية يعني إيه؟ يبقى فيه معاشرة مفاعلة يبقى لازم كل شوية يزيد المعروف كل ما ده يزيد الحب وانظر إلى قول تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا فعل مضارع لازم السكينة تزداد كل شوية السكينة تزداد وجعل بينكم وجعل بينكم يبقى هو المسائل رائحة جاية يبقى لازم تزداد وجعل بينكم مودة ورحمة يبقى إيزا لازم يزيد يبقى تجديد الحياة الزوجية جزء من مفهوم الزواج يبقى تجديد الحياة الزوجية ده جزء من مفهوم الزوج عشان كده لما نسمع أن إنشاء العلاقة الزوجية ده بداية الدخول في الميثاق الغليز والناس فكروا أن الميثاق الغليز هو أننا أتجوز وأنشئ العلاقة الزوجية بس ولكن ده مش حقيقي الميثاق الغليز بيصلي ميثاقا غليزا وبيتكون وبيحتاج إلى سيانة العلاقة دي فسيانة العلاقة الزوجية اللي هي سيانة الميثاق الغليز واجب شرعي وعشان كده كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لرسول الله يا رسول الله كيف حبك لي يا سلام على الكلام تقول له حبك ليه إزاي قال له كعقدة الحبل آه ميثاق غليز هو وكعقدة الحبل احنا كده فهمين كعقدة الحبل فكنت أقول السيدة عائشة بقى كلام على ساني السيدة فكنت أقول كل شوية كده تيجي جمحة تنبي بتقول له كيف العقدة يا رسول الله بتتطمن على حبه شوف سيانة العلاقة في حدث نبي يشوف سيانة العلاقة يقول له يقول له هي على حالها يا عائشة يبقى إذن سيانة العلاقة دي أمر واجب شرعي ويدخل تحته قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن راعياتي يبقى أنت لازم تتراعي العلاقة دي ولازم تصنع يبقى خلاص سيانة العلاقة ده واجب إيه الحاجات اللي إحنا بنعملها بقى عشان نصنع العلاقة الزوجي فيه أربع حاجات عشان العلاقة تفضل موجودة في الصيانة أول حاجة دوامل الاتصال يبقى أول حاجة عن رتب كده أربع عمليات إحنا مطالبين إن إحنا نعملهم أول حاجة دوامل إيه؟ دوامل الاتصال ماينفعش الزوج وهو بيتعامل مع زوجته يكون عايز يصنع العلاقة الزوجية وبعدين إيه؟ يبطل يتواصل معه أو ييل يبقى أول حاجة دوامل الاتصال يبقى إيه اللي حاصل كل يوم لازم يكون بينهم تواصل كل يوم يبقى ده مربع إيه؟ ده أنا بسميها رباعية سيانة العلاقة الزوجية يبقى أول حاجة قلنا خلاص محد شراءنا على الحب محد شراءنا على الحب ده مبدأ مبدأ عندنا محد شراءنا على الحب يعني إيه؟ مش معنى أنه نحن نحب بعض يبقى إحنا فهمين بعض لا أما تعملش كده لكن تعمل إيه بقى؟ تداوم على الاتصال إيه؟ تداوم على الاتصال بالإيه؟ بالزوج يبقى أول حاجة دوامل إيه؟ دوامل الاتصال الحاجة التانية الابتكار في الأفعال يعني إيه؟ يعني مثلا أنت تبتكر في الأفعال شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مره يقول لها يا عائشة مره يقول لها يا عائش ومرة يقول لها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلام كتير للسيدة عائشة بيبتكر في التعبير ويبتكر كمان في الأفعال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إذن علمنا أن احنا نبتكر في الأفعال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعمل مع السيدة صفية يحط رجله عشان تطلع على فخد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيبتكر في الأفعال كل ما تبتكر في الأفعال ما يحصلش ركون في الزواج لكن هي المسألة عندنا ان احنا عندنا احساس بالضمان خلص بقيت مراتي هتروح فين يعني في البيت في البيت هي بقيت مراتي مربوطة بي وانا بقيت جوزة مربوط بي يعني هيعمل ايه هيروح مع اصحابه وبعدين يرجع تاني لا لا خالص يعني عندنا شكده لازم نبتكر في الافعال الحاجة التالتة هو الفرح بالوصال يعني ايه الفرح بالوصال لما تيجي تكلمك في التلفول لازم تبدلها ان انت سعيد لما ديجي تكلمك في التلفول لازم تبدل ان انت سعيدة الفرح بالوصال فرح بالوصال يخلي العلاقة ما تصديش وساعتها الفرح بالوصال يعني ما تستسلمش لتقوط الحياة خلي اتصال زوجتك بيك او اتصالك بيها زي نسمى في وقت الصيف او زي الدفع في وقت الشتا فساعتها ايه اللي يحصل الفرح بالوصال ده حاجة بديعة جدا 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 حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يبين لزوجاته ان هو فرحا بوصالهم وحضرت النبي يكلمهم بكلام يدل على ده فلزاك الرسول اللي عليه وسلم علمنا دائما ان احنا نفرح بالوصال يبقى الفرح بالوصال يبقى اول حاجة دوام الاتصال تاني حاجة الابتكار في الافعال تارك حاجة الفرح بالوصال نفرح لما نقابل بعض كل ما تفرح بمقابلتها كل ما هي يتجدد فيها شعور ان هي بتحبك وكل ما يتجدد فيك شعور ان انتوا فيكم حب تالت حاجة رابع حاجة بقى وده شيء مهم جدا 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 هو مسألة الاهتمام بالجمال كل واحد فينا يهتم بالحاجات الجميلة اللي في شرك حياته يهتم يقول لها ايه؟ انا ازاي ما كنتش واخد بالي من لون عنيك ايه؟ انا ازاي ما كنتش شايف انت قد ايه؟ شخص حنون التعبير عن الجمال بيجدد شعور المحبة لدى الناس لازم كل واحد فينا يعبر عن الجمال لشرك حياته يبقى ده المربع مربع ايه؟ مربع صيانة العلاقة الزوجية ايه هم بقى؟ اول حاجة دوام الاتصال تاني حاجة الابتكار في الافعال ما تبقاش بتعمل كل نفس الحكاية هارفين زي ما قلونا هو ممكن انسان يفعل نفس الافعال وينتظر نتيجة مختلفة احنا كده بنعمل في البيت يقول لك كل يوم باج من الشغل وبعود في البيت نتفرج مع بعض ننام طب ما في الابتكار ما تعمله اي تغيير وزي كيه لما بتزهق الزوجة تقول له ايه؟ انا عايزة ادنى الحطان عايزة اغيير استطاقية عايزة وهي بتقول له وانا عايز حاجة جديدة في حياتي ما كل يوم بشوف الكلام ده وهو يقول لها ما تيجي نسافر بتيجي تقول لهrone او عايز بيقول لها ايه؟ عايزة لها عايزين حاجة جديدة في حياتنا عايزين نجدد حياتنا لاحسن ابتدت بقى اربع زوار تحصل دينا هنتكلم بقى على الزوار السلبية اللي احنا اللي عملنا الحاجات اللي اربعة دويرة توقف كل الزوائر السلبية اللي عندنا عشان كده أول حاجة دوام الاتصال تاني حاجة اللي بتكارف الأفعال تاني حاجة الفرح بالوصال لما تقابلوا بعض فرحوا وبتسم الفوش بعض لما تقابلوا بعض حس بأن دي نعمة من نعم ربنا انت شفتها وحس كمان أنه هو نعمة من نعم ربنا آخر حاجة لازم كمان نهتم بالجمال كل واحد فينا يهتم بالأشياء الجميلة في شيء لحياته تخيل كده لما انت تقول لها ما شاء الله انت النهار ده ما شاء الله جميلة أول نهار ده وهي تقول لك والله ما شاء الله انت بالك رائق كده وانا حسن المبسوط ربنا يدي معلك لم يصدق كلام ده يخلي ايه يخلي شوية ركود يحصل طيب لو أعمل ناجده يحصل ايه يحصل شوية مشكلات اول حاجة العلاقة تصدي اول حاجة يحصل ايه صدق في العلاقة بعد كده يحصل ايه يحصل بعد كده ولا عزب الله تسويس في العلاقة تصد العلاقة تسويس العلاقة تتأكل العلاقة وبعدين العلاقة تتحول إلى بور مش عايزين ده خالص احنا مش عايزين ده خالص ولزاك لازم نقول لأربع علاءات أول حاجة لازم نقول لا لا للإيه لا للرهانة على الحب ما ترهنش على الحب تاني حاجة لا لإيه لازم تقول لا كمان للضمان لا ما نضمنش بعض ما نضمنش بعض ونقول كمان لا عشان نبطل ما نخليش شريك حياتنا من أولوياتنا أول أولوية عندك هي شريك حياتك أول أولوية عندك شريكة حياتك ولعل ده اللي احنا نقدر نفهمه من قوله صلى الله عليه وسلم ببساطة خالص لما قالوا من أحب الناس إليك يا رسول الله يعني مين الأولوية عندك في العلاقات العائشة زوجته فلازم يبقى أولوية والعل ده كل اللي احنا ممكن نقرافع علاقة الزوجة بزوجها وكل اللي ممكن نقرافع علاقة الزوج بزوجته لما نعمل ده لما ندوم التواصل يبقى فيه دوام الاتصال ويبقى كمان فيه الحرص الابتكار في الأفعال وكمان يبقى فيه فرح في الوصال وكمان يبقى فيه كمان الاهتمام بالجمال هتلاقي إيه اللي حصل هتلاقي كل واحد فينا شريك حياته من أولوياته وده شيء مهم جدا 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 تعالوا نشوف إيه الإجراءات اللي ممكن نعملها عشان نوصل لسيانة العلاقات سيانة العلاقات دي شيء مهم جدا 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 في حياتنا أول حاجة لازم نستمر طول الوقت بالكلام الحلو الكلام الحلو يذيب تراكمات أنا دايما أقول ليه إذا أردت أن تنفي الغبار والصدق الذي في العلاقة الذي يسمى بالتراكمات اللي بتوصلنا للصدق العلاقة عليك بالكلام الحلو الكلام الحلو يعمل إيه يذيب كل وحشة القلب الكلام الحلو إيه اللي حاصل يطبطب على الموجوع ويسكن كمان المتألم فلذلك لازم نبقى فيه كلام حلو لازم كل يوم نقول كلام حلو للبعض كلام حلو عن شكلنا كلام حلو عن أفعالنا كلام حلو عن مستقبلنا يا سلام لو الكلام الحلو إن شاء الله بكرة شوف السيدة خديجة ويقول لحضرة النبي لا والله لا يخذيك الله أبدا يا سلام يعني أنت مستقبلك باهر إن شاء الله ربنا يكرمك إن شاء الله الرزق واسع إن شاء الله ربنا كريم هنا يبقى العلاقة مصونة تاني حاجة دايما نتأكد من سلامة العلاقة من الجفاء والجفة والغربة في ناس بيغتربوا عن البيت بيخلوا للأكل والشرب بس ارجعوا للبيوت إن البيوت تتأن البيوت حسب البرد ارجعوا للبيوت مرة تانية أنا بدعو كل الناس اللي عندهم أوقات طويلة بيقدوها برها البيت ارجعوا للبيت وعملوا حاجة مشتركة بينكم يبقى هو ما ترجعش للبيت وبس ارجع للبيت وعمل حاجة مشتركة بينكم اقروا كتاب بلاش تقروا كتاب لو مش بتحبوا القراءة وارد تحبوا القراءة شوفوا حاجة مع بعض اتكلموا في حاجة مع بعض وأنا برشح لكم إن انتم بتتكلموا مع بعض اتكلموا عن البستقبل والسعادة يبقى أول حاجة ببساطة خالص أول إجراء أنت لازم تعمله قول كلام حلو تاني إجراء ارجعوا للبيت ارجعوا للبيت وعملوا عمل مشترك مع بعض والعمل مشترك ده هيخليكم قريبين من بعض ويخلص على التراكمات اللي بينكم ويفك الصواميل المربوطة ويخلي الأمر سهل بينكم تالت حاجة اتأكدوا إن انتم شايلين لأقنعة بالله عليك ماينفعش وانت راح ما تتكلم من زوجتك ماو ده بيعمل جفوة وفي الأخ خالص بتكره الحاجة دي انت لو مدرس ماينفعش تدخل بماسك الأستاذ فتفضل تقول لها انت عملت هو انت على طرف لسانك تقول لها انت عملت الوجب أو المدير خلصت التقرير اللي أنا طلبته منك بس الساعة بتقول لها خلصت الأكل يعني هي نفس كده أو هي تقول أو هي مثلا لبسة توب المهندسة انت عملت كده وعملت كده وعملت كده والليس ما عملتش لأ شيله أقنعة اللي يستركه بلاش الأقنعة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يا الله على جمال حضرة النبي يدخل البيت ما عندهش أقنعة حضرة النبي أجمل وأنور وأعطف حد كانت ممكن تقبل ولكن إذا دخل البيت كان في مهنة أهله باللعي عشان يعلمنا ازاي نرفع الأقنعة تالت حاجة ان احنا نجدد المجالسة ونخصص وقت مع الأسر كلها نتكلم فيها عن حاجات بتمر علينا وإحنا محتاجناها ويا سلام الرجل بقى لازم إنه هو يطبطب على أهل بيته يطبطب على أهل البيت دي وده إجراء مهم جدا يشعر البيت كله بالجمال وبالهدوء وبالسكينة ويجدد العلاقة مع بعض الخمس حاجات اللي احنا قلناهم دول لو يتعملوا البيت تجدد العلاقة بتاعته ويتحقق فيهم الأربع حاجات اللي احنا قلناهم اللي هو دوام الاتصال والابتكار في الأفعال والفرح بالوصال وكمان الاهتمام بالجمال جمل حياتنا يا رب وجعل بيوتنا جميلة ومجددة نرى فيها ألوان توددك إلينا ومددك اللي عنا ما بينقطعش وبينزل بألوان من الرحمة ومن الجمال نتعرض فيها ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها وألا إن في بيوتكم لنفحات فتعرضوا لها بتجديد حياتكم الزوجية يا رب أكرمنا وجعلنا من أهل نفحاتك ومددك يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقى بحضراتكم عشان نستقبل اتصالاتكم ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا مع حضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة ونخصص لا وقت نكلم عنه لكن كمان النهاردة معانا الأستاذة صفاء من كفر الشيخ تتفضل سلام عليكم يا دك الحمد لله إزاي حضرتك وعليكم سلام عليكم الحمد لله سلام حضرتك طيب وحضرتك طيب وجميع العملين في البرنامج والله الله يعزي حضرتك الله يصحان الله يصحان بتفرحوني لما تشكروا النهاردة لأننا ساعات أو أوقات كتيرة ما بنسى أننا أشكروا الناس محترمون جدا الناس محترمة والناس بترد بالوطفة والناس بترد بالزوء الله يعزي حضرتك يبقى نشكر الله يعزي حضرتك ربنا يكرمك يا دكتور ويفرمهم يا رب ويجيكم من فضلة الله يعزيك تفضل يا أساس السفاء الوقت يا دكتور أنا بحب أزور أمي في المقاب طيب أما بروح بلاقي أمي ويايا وأنا برو الزرق عينا بيانا كده قدامي مش أمي زعلانة ولا حاجة مش بشوفها زعلان بس بشوفها بالطبيعة بتاعتها اللي كانت معايا في الحياة طيب إيه بقى أنت عايزي تعرف تفسير ده إيه يعني أنا أما بروح أنا برتاح أنا بحب أروح لازم أروح يا مجمعة دي بعد ما صلى العصر أطلع من بيتي أروح لوالبيتي طيب أنا أما بروح ألاقي أمي معايا بنفس اللبس الهايئة اللي كانت معايا فيها عالدني طيب أنت بتسأليني بقى اللي أنت في بحلوتها بكل حالة ده أنت شوقتين يشوف الحاجة لما تشوفيها بقى خليها تتعيلي هسألك سؤال أنت دلوقتي بتسألي عن إيه حاجة صفاء حتى بي يا دكتور إن أنا مثلا بروح لها طيب هجاوب على حضرك يا حاجة صفاء بص حاجة صفاء هي حاسة بيك إن أنت بتروح لها ربنا سبحانه وتعالى ممكن يخليك تشوفي صورتها وهي في الفرح وفي الهنة وفي السعادة وفي الجمال وفي كل الحاجات اللي أنت شايفها ده ربنا سبحانه وتعالى كريم ممكن يفتح لنا نوافذ على العالم الآخر وليس فيها شيء فلزلك الحالة اللي أنت فيها دي حالة طيبة رضية مش حالة حاجة مرضية مش رضية فالحاجة اللي أنت فيها دي حاجة جيدة حاجة سعيدة فلزلك ربنا يبرك لك وإن شاء الله الحالة دي حالة فيها وصل وجمال بينك وبين والدتك وربنا سبحانه وتعالى يجعلها في خير حال ويجعلها في صحاب اللي انت في دا لا هو تهيئات ولا هو اي حاجة دا فضل من الله سبحانه وتعالى فربين ان شاء الله يديم فضله عليك وبركته ويخليك ان شاء الله في خير حال معنا الاستاذ احمد من القاهرة استاذ احمد عليك اماد كاته استاذ احمد ممكن بعد إذنك استاذ احمد استاذ احمد ممكن بس توطي بتلفزيون تسمعني من التلفزاون لو تكرم تسلم عينيك يا غالي الحمد لله فضل ونعمل الحمد لله بس والناس العاملين المخلصين اللي معه حضرتك في الاعداد والوضع الله يستورك يا رب الله يعز حضرتك ربنا يخليك تفضل يا أستاذ الله يعزك وربنا يجعلنا أيام مباركة علينا ببركة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وكمان انتصاره اكتوبر الشعر مليان بخير الله يكرمك يا سيدي تفضل يا سيدي الجزء الاول من السؤال منه الفلوس تحترف أربع الشهادات طيب حضرتك بتسعى عن شهادات فلوس الشهادات الشهادات اللي استثمار طيب فلوس الشهادات لان فيه جزء كان قطع بس الشهادات ايه تاني؟ نجزل اولا نجزل تاني جزيات تانية من السؤال أنا حضرتك فينا الظلمين يعني ما عليش حضرتك عارزين نتعلم دعاء يعني عملين ندع عليهم اللي هم حزب الله ونعمل وكيل لكن ربنا سبحانه وتعالى يعني بعد الانتقام منهم فإيه اللي نقدر ندع عليهم أجاوبك يا سيد أحمد أجاوبك يا سيد أحمد أول حاجة تفضل يا سيد أحمد حاجة تانية تفضل يا دكتور شكرا يا دكتور على رأسي يا غالي بس يا سيد أحمد الله يعزك أول حاجة احنا خلاص استقرت الفتوى والأمور استقادت خارس إن شهادات الاستثمار ده نوع من أنواع التمويل والريع ما تقولش بقى فوائد ما فيش فوائد خالص شهادات الاستثمار ما فيش فوائد ده الريع اللي جاي لك منها ده جائز لأنه الريع جاي من عملية التمويل أنا مولت مشروعات البنك وأخذت ريع من هذه المشروعات خلاص انتهت القضية الحاجة التانية بقى يا سيدي أنت سبحان الله أنت عندك فرصة ذهبية فرصة أنا بسميها فرصة نورانية فرصة ربانية إن أنت تدعي وربنا يستجيب لك بدل ما تدعي عليه وإنت بتقول أنا عايزه ربنا ينتقب لي منه طب ما في حل تاني إيه الحل التاني ادعي نفسك يا سيدي إيه ده إن ربنا سبحانه وتعالى يغسل قلبك من الواجع ادعي يا سيدي إن ربنا يفتح عليك ادعي ربنا سبحانه وتعالى واسع عليك بمقدار ما صبرت على مظلمتك لكن أنت لازم تصبر تصبر مش معنى كده أن ندسل حقك لو أنت عندك حق طالب بي حتى طالب بي بقانون ولح عليه بس أنت ادعي ده ربنا سبحانه وتعالى قال كده للظالم واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب يبقى خلاص ناخد إحنا ليس بينها وبين الله حجاب ونستثمرها ندعي نفسنا كتير قوي 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 بإن ربنا يوسع رزقنا وإن ربنا يشرح صدورنا وإن ربنا يرأي أحبارنا وإن ربنا يبرك لنا في أولادنا ويبرك لنا في ماننا ده أولى بكتير من إن ربنا ينتقم من طب ربنا ينتقم منه إنت حصل لك سعف الرزق بتخليك ذاكي كده بتخليك كمان مقبل على الله ادعي نفسك أولى من إنك أنت تدعي إن ربنا ينتقم منه وإستاذ أحمد من اليوبية يتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحياتي واحترامي وتقديري لحضراتكم وفريق العمل وسائلين الله الله عز وجل أن يجعل هذا العلم وهذا الجهد المنفور والمشكور في ميزان حسناتكم يا رب وفريق العمل يا رب اتفضل يا سيزاح مع حضرتكم أحمد عروج من جرب شبران خيمة السؤال يا سيزاح عندي بنت أخوية تقدم لها عريس مطابق للمواصفات الطيبة طيب حداك أنت بتقول لي مطابق للمواصفات كده أنا حسيت أنه وعلى فكرة واستراد جده وحاجة كأنك بتكلم عن حاجة استراد يعني فضل لا وفعلا نادر وجوده طيب خير إن شاء الله يعني إنسانية وأخلاق وكذا يعني النرض دينه وخلقه طيب يلا فبعد حوالي ست شهور من الزيج يخوفي فوجئنا أنه مريض مرض عصبي لم يصارحنا به ولم يصارح عرصته به عصبي يعني مرض عصبي مزمن يعني إيه عنده إيه يعني يعني ما لا داعي يعني للجرح أو كذا مش هن معلش حضرتك تعرفين طيب مع عشان بس أنا أقدر المسألة إن في أمراض بسا هو مزمن يؤسد سلبيا للغاية على الحياة الزوجية طيب خلاص ودلوقتي مجاوزين هما متجاوزين ولا غير متجاوزين متزوجين من ست شهور أو سبعة متزوجين من خلال ست شهور لو أني لو أني طيب أن تطلب الطلق أو يا حق الله أن تطلب الطلق أقول لحضا يجاوب حضرتك في إيه يعني ضوء شرع الله عز وجل وسنة نبيات الحبيب طيب طيب أقول لحضا يجاوب على حضرتك لو كان المرض اللي حالي بيتكلم عنه هو مرض مزمن بيمنع وملوش علاج وبيمنع من الحياة الزوجية المستقرة والحياة الزوجية بأشكلها زي الحياة الزوجية الخاصة أو الحياة الزوجية اللي فيها نوع من أنواع الاستقرار ده لو بإني ده هي لها الخيار لها الخيار مش جوازي بقى مفسوخ لا هي لها الخيار لو عنده عيب من العيوب ايه زي زي ما كانوا بيذكروا الفقواء عنده عيب من عنده مرض معضي مؤذي زي جزام عنده كمان جنون عنده نوع من أنواع لا يستطيع العلاقة الزوجية لو كان في ده وما قالش يبقى هي بالخيار ليه ما قلناش إن العقد فسخ لأنه ممكن ترضى بيه لأن الجواز مش مطلوب لكل الحياة دي بس الحياة دي موجودة في الجواز لكن هي فرد هي وفقت يا سيد إن هي تفضل معه فيه ناس بيعشقه إن هم يفضلوا مع حد للأنس فهي بالخيار يعني إيه بالخيار اللي أنت سألتني لو طلبت الطلاق يبقى حرام عليها لأ لو طلبت الطلاق حرام عليها لأ إذا كان فيه عيب من العيوب اللي إحنا ذكرناها دي العيوب اللي معاه تستحيل الحياة الزوجية اللي ما تنفعش الحياة الزوجية معاه فساعتها هيبقى هي بالخيار لها أن تختار إما البقاء وإما فسخ الجواز وخلاص يبقى هو دات المسألة معانا أم ساجدة من القاهرة تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك حضرتك؟ نعمة وفضل الحمد لله الحمد لله كله هنا وحضرتك بخير ونشوف حضرتك في أسعد حال يا رب يا رب أنا وأنتم يا رب ربنا ما يحرمنا أبدا من السعادة والوصل بحضرت النبي وبمولانا سبحانه وتعالى اللهم عمين يا رب أنا بس أنا كان ليا استفسار صغير عشان يعني حضرتك تقول لنا عملت صحة والله غلط فضل ربنا يبارك في حضرتك أنا دلوقتي أنا كانت معي مشكلة مع أبو بنتي بقالي بقالي سنتين ونصر يبقى كده فيه انفصال؟ فيه انفصال؟ فيه يعني أنتم منفصلين؟ يعني شبه منفصلين هو ورانا علي يمين الطلاق غيابي طيب أصلا أنت بتقول ليه أبو بنتي؟ ما قولتليش جوزي لا أبو بنتي عشان أنا احنا منفصلين معا بعد ما عرفش حاجة عنه بقالي سنتين ونصر طيب كمين وكان ودخلنا في قصة محاكم آه وبعدين هو تمام فهو والده ما عرفتني يعني ما شفش بنتي من يمة ولده ولا يعرفها مساجدة دخول في قصة محاكم مش ممكن يبقى تمام وممكن يبقى تمام لو كان كل واحد بيدافع عن حقه لكن تفضلي وبعدين فهو ما شفش بنتي يعني أبو ما شفش بنتي من يمة ولده ولا يعرفها أبو اللي هو جد اللي أبو اللي هو جد يعني جد البنتي هو ما شفش بنتي لغاية دلوقتي أوه ما شفش لحد دلوقتي وهما اتخنقوا معي يعني عندهم في البيت مراتوا وأولاده اتخنقوا معي وطردوا برا البيت علشان هو كان بيقولهم الحق بيقولهم هي ما غلطتش ودوا حقها طردوا بقالوا سنة طردوا أبوه آه وعرفت من الجيران الجيران كلموني وعرفت منهم أن هما تردوا نفسه وشوف البنت لا جيران كويسين الحمد لله يعني جيران الحمد لله ما بيوقعوش ولا حاجة هما قالوا لي أنه هو يعني عشان قال الحقيقة عملوا معه مشكلة وطردوه طيب وعدين نفسه فنفسه وشوف نفسه وشوف حفيته السؤال بقى اتفضل السؤال حضرتك بقى أستاذ مساجد فأنا دلوقتي أنا دلوقتي أنا معي رقم تليفون جدها فكلمته كلمته وبعدت له ثور بنتي أنه هو عايز يشوفها وما حدش يعرف من عندي من البيت أنه أنا توصلت معي قال له والدتي هل أنا كده عملت خطأ لا خالص بالعكس أنت عملت حاجة جميلة قوي عملت حاجة زي كده حل كده ربنا وفقك دي حل عبقري عملت إيه الأب دوت ممكن يكون الوسيط بينك وبينه يعني أنت بقى لك زناتين ما شفتوش هو ما شفش بالعكس أنت عملت حاجة طيب تخاطر راجل كبير محتاج أنه هو يشوف بنته فربنا يجعل ليكي ثواب عظيم لأن قلوب الكبار دولة لما بتتوجع أنا بقول والله العظيم الله سبحانه وتعالى يغضب لغضب الكبار الكبار دولة لازم نحترمهم ولازم نقدرهم فأنت احترمت قلبه واحد كبير ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم معلمنا أن احنا نتأدب مع الشيبة التي شابت في الإسلام فنتأدب مع الكبار فأنت اللي عملت به دوت ربنا هيجبر خطرك بيك يعني جبر خطر عظيم إن شاء الله ربنا يحصلك على الجزاء والإحسان حاجة تانية أنت عملت وسيط ممكن يصلح ما بينك وبين زوجك الحاجة التالتة والمهمة إن أنت شغلت قيمة الرحمة عندك في قلبك إن أنت رحمت كمان بنتك من إن هي ما يبقاش لها عيلة فخليتي إن امتداد العائلة موجود فاللي أنت عملت به ده هتأخذ عليه سواب عظيم إن شاء الله وربنا يبارك لك ويجعله في ميزان حسناتك أستاذة نادة من القائرة تتفضل أبي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أزاك يا أزاك يا أزاك يا أزاك إبن الشيخ أعمل إيه؟ الحمد لله نعم وفضل يا بنتي أخيرا وصلت لحضرتك أنا يعني بحيرب عشان أوصلك والله ليه بس أن أنا موجود في أي حي يعني على طول مشغول ترفنيت على طول مشغولة بس فأنا كان يفتي طبعا أن أنا أحكي كل حاجة بس أنا طبعا هأثر الكلام يعني فضل دلوقتي انا حضرتك كنت متجوزة طلاطي من سنة غيابي الجوازي كان كم سنة؟ نعم كان كم سنة جواز؟ جوازي كان سنة واحدة بس سنة واحدة بس يعني سنة واحدة وبقالك سنة من طلق غيابي غيابي فطبع انا مكنتش عايزة تطلق خالص انا بس كنت جاي هنا في فيت اهلي وجاي بالهدوم اللي علي ولا جاي بأي حاجة ولا عمل احسابي في اي حاجة هو راح عند والدته ومين تلاتة بعدها اكتشافت ان هو طلقني كلمت حماية فانت حسب الغدر بقى فكلمت حماية قلت له بعد اذنك ارجوك انا عايز اروح بيتي وغيرلك لون الشقة اول ما انا مجيت هنا اول ما جيت عند والدي بالتاني يوم غيرو كالون الشقة فانا طبعا ما عرفش اي حاجة وكلمت والدي حضرتك انا عايز اعرف ايه حكم حماية بان انا استان جدي علشان اقول له ارجوك يا بابا انا عايز اروح وان هو يقولي لا انت مش هتروحي وانت مش هتيجي تاني واني والدي طلب منه قال له إحنا وكليه مع بعض عيش ومالح تعالي قولي بنتي عملت إيه وإيه اللي حصل وإحنا نقود نحل أنا بنتي بقال لها سعنا متجوزة ما سمعتش عنها غلطة فلما يكون فيه مشكلة من المفروض إن إحنا رجالة كبار مع بعض نقود ونتكلم وحادثت مش ده الكلام مفروض يتقال في الأوقات دي طبعا خليني أكلم حماكي حمايا رفض حمايا رفض وقال له إحنا طبعا إحنا في مكان غير المكان حمايا رفض وقال له لما بابا عرض علي الصلح ورفض راح طلقني راح بطلقني غيبي طب خليني أجل معلش بسخيني أقولك الحاجة دلوقتي أولي وما تكيش حاجة عندنا قدرش يخذ يا حقك بالقانون حادثت دلوقتي أنا رفعت قضية وبطالب فيها بمقاء ولو إنتوا عايزين طلق وديو كده هتاخدي نص مؤخرك فرفعت قضية بإن أنا عايز بطالب حقي طبعا بالعافش وبالنفقة بس خلصي أنا أنتي انت طلقت غيابي خيابي فهستنى إيه تاني فهل أنا كده لا لا يا بنتي انت طلقت غيابي فهو بيقولك لو عايز تطلقي ولا ده كان قبل الطلاق لا وعلي قبل الطلاق ما هو بنتو بيقولك لو أنتي عايزة تطلقي طلاق كويس ما عرفش يعني كان بيزرس منك أنا مش عايز صلاق أنا ب KLM المتجوز أنا معمات primo مش عايز صلاق أنا أعايز اتنين ما بتخنقوا في طيب السؤال انت بتقول لي كان عندك سؤال. قولي لي السؤال يا بنت. اه سؤال. دلوقتي انا حضرتك. اه حماية اللي انا استنجدت به ده. مش المفروض ان هو كان على قلة حضرتك لما بيحكموا على حد بالاعدام. مش بيسألوه انت عملت ايه. ليه يا بنتي كده? ليه يا بنتي بتقول ليش اعدام. انا لما طلق غيائدي. مش المفروض ان انا لما لما كلم حد من اهله يسمعوني. حد يقول لي بس نادا انت عملت ايه. ده ما حصلش. مش ده فحد زيته. ظلم ان هم تسمعوه. ما حدش منهم سمع طيب خلينا اكلم حماكي بقى. خلينا اكلم حماكي اللي انت البنت المؤدبة اللي بتقول لي على حماكي بابا. بابا. فخلينا اكلم حماكي. بوس يا سيدي. ايوها الحما العزيز. ايوها الاب العزيز. اللي انت خايف على مصلحة ابنك. ابنك لو ظالم وانت ساعدته فانت عونته على الظلم. والظلم ظلماته يوم القيامة. البنات دولة الله سبحانه تعالى امرنا ان احنا نستوصي بهم خيرا. وما نخلش امانة اللي هما او دعوها عندنا. اوعى خالص تخون امانة ان واحدة حسست عندكم الامان. وقعدت واستقرت وفجأة تخدروا بيها. هذا ولا عايز بالله. نوع من انواع الغدر. حضرتك ممكن تقول لي انت ما سمعتش مننا. طب خلاص. طب انت روح تسمعها هي. روح تتكلموا معاها هي. التهاون في مسألة الطلاق ده ظلم. والظلم ده يجعل صاحبه مستحق ولا عزب الله للطرد من الرحمة. فاتق الله. اتق الله ولا تعين ولدك على الظلم. عودوا وتكلموا. فيه اربع خطوات قبل ما نوصل للطلاق. لازم نعملهم. ان الناس يعودوا مع بعض. ان الناس كمان يجي حد ويتكلم بينهم. ويكون فيه وسطات. ان بعد كده نجي بحكماء. ان بعد كده نروح للمتخصصين. لكن كده. اساعد ابني على انه يطلق. وهو لسه التجربة لسه غد طريقة. اصلا. ممكن ابني ما يكونش ناضج. وممكن هي كمان ما تكونش ناضجة. هو مين قال ان الناس لأول ما توجههم مشكلة. بيهدوا البيت عند اول مشكلة. مين قال ان احنا نحرق البيت عشان وجدنا فيه سرصار. مين قال ان مشكلة واحدة تستحق مننا كل الظلم ده. فاحنا لازم نتقل له. انت اتقول لي انت تحمست عشان هي اتكلمت. لا. انا تحمست اللي انك انت مفروض في موطن الحكمة. وربنا امرنا ان انت تكون من اهل الحكمة. فلازم انت احنا منتظرين منك حاجة تانية غير انك انت تساعد ابنك على الطلاق. احنا منتظرين منك ان انت تكون حكيم. منتظرين منك ان انت تكون بتسعى لاصلاح لاصلاح ذات البين. منتظرين منك ان انت كمان تساعد على ان الناس ما يقعش عليها ظلم. ويرتفع عنها الضرر لأنه لا ضرر ولا ضرار فمنتظرين منك كده فحمنتظرين أن أنت ترجع ابنك وتعود وتتكلمه وإذا كنتم مش عارفين تتواصلوا اتفضلوا عندنا في مركز الإرشاد الزواج ونتكلم مع بعض عشان نساعد الناس على أنهم يعيشوا حياة صالحة ما يكونش فيهم حد ظلم التاني أستاذة سارة من المينيا تتفضل أيها السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أيها السلام أهل سنتين تعبانا وكده فكلما شوف حد يعني من أهلي أتضايق وكده ومن أي حد تعبانا من إي يا بنت تعبانا من إي يعني عندك اكتئاب مثلا معرفش أنه كلما شوف حد أتضايق يعني لدرجة أنا أتضايق من أمي وأهلي فأنا أم روحت للشيخ فأقال لي ده حد أعمالي لا 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 أستنى قبل ما نروح للشيخ أنت روحت للشيخ الأول خلص كلما تشوف حد من أهلك بتتضايق طيب هل هسألك سؤال هل أنت تعرضت لأي حاجة مش مناسبة في موحيط الأسرة بتاعتك أي نوع من أنواع التعدي كانت مشاكل كتيرة يعني أول الجواز كده مشاكل كتيرة طب قولي لي بس حكاية الشيخ دي بس أنا ما أظنش أن أنا بكلمك على مشاكل بس كتيرة خليني بس أسمع الأول منك قولي لي إيه بقى حكاية أنت روحت للشيخ مين اللي وديك للشيخ يعني الناس قالت لي يعني يروح للشيخ لا هيكون حد أعمالك أعمالك أنا طبعا أنا بحط كلمة شيخ ما بين قصين أصلا مش هيبقى شيخ في الآخر لا الشيخ كويس يعني أعرف والله طيب وبعدين المهم قال لي حد أعمالك سحر يا سلام يعني هو متخصص يعني شاب السحر ده أعرفش وطل هو سحر يعني هو عرف السحر لأنه هو سحر ما عرفش هو عالي كده طيب وبعدين بعدين بقيت يعني كويسة وما بدايقش من حده كده وبعدين المهم إن أنا بقى لي شهرين دلوقتي كلما أقرأ قرأ قرآن وكده نفسي بترفض ده يعني تقول لي مثلا قال إن أصلا مشكلة ما تحلش يا بنتي يا بنتي المشكلة ما تحلتش أصلا يا بنتي أنت اسمك سارة ومرفوض جاء السارة دي جاء من السرور والمسار الحقيقة إن أنت عندك مشكلة قديمة هي اللي مسبب بالك ده أنت فاكرة إن أنت تضيقتي من أهلك لما تجوزتي وحصلت مشاكل عندك جواز لا المسألة قديمة مسألة قديمة إن أهلك ما وفروش الحماية ليكي فأنت حصل نوع من أنواع وجع نفسي أنت مش عايزة تقوليه معايا يا سارة ولا لأ طيب بس يا سارة سارة أنا نصحت لحضرتك إن اللي عندك ده دي موجات من موجات الاكتئاب والاكتئاب كمان مش لوحده ده معايا حاجة كمان معايا حاجة من حالات الرفض يبدو إن في محيط الأسرة أنت حصل لك شيء من الرفض أو حصل لك شيء من عدم الحماية فأصبحت لما بتشوف الأسرة نفسها بتحس بالتهديد بتحس إن أنت مش عايزة تشوفيهم لأن هم اللي سابوك تتعرضي لهذا الوجع وعشان كده بتحصل لك ده فلما رحتي تجربت بقى تجربت العفرطة وتجربت التجنين اللي أنت مريتي بيها ديت إن روحت على حد فإيه اللي حصل فحسيت إن انت عندك جو جديد ممكن تستعيني به لكن لما رجعت لحياتك الطبيعية ورجعت مكنة الحياة دو مرة تانية إيه اللي حصل لك رجعنا مرة تانية طب والأصل هو إيه إن احنا نعالج الشيء اللي حصل في الطفولة واللي حصل عندك في حياتك دي عشان هو ده لأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء ولذلك قالت داء وعباد الله فنصحت ديكي إن انت قد تكون محتاجة دعم نفسي وده بشكل واضح مهم جدا 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 في حياتنا مهم في حياتنا إن احنا لما يكون عندنا حالة فيها احتياج لدعم نفسي إن احنا نروح للأخصائيين لكي نتخلص من هذه المسألة ربنا يفتح عليكي وإن شاء الله يبركلك ويفتح عليك ويجعلك من أهل الخير دائما والوئام إحنا يا سادة النهاردة تكلمنا عن حاجة مهمة قوي تكلمنا عن الكلام عن تجديد الحياة الزوجية وإحنا نتكلم مع أصحاب السعادة فيا أصحاب السعادة تعالوا نتعاهد على إن احنا نمشي على هذا البرنامج نمشي على أننا نداوم الاتصال ما نقطعش التواصل مع بعض ما ما كانت نداوم الاتصال وبعد كده نعمل إيه بعد دوام الاتصال؟ بعد دوام الاتصال نبتكر في الأفعال نبتكر في الأفعال حتى لو كانت أفعال صغيرة ثم بعد ذلك نفرح بالوصال نفرح لما نقابل بعضنا لما نفرح لما نقابل بعضنا البسمة تزيب والفرحة تزيب كل التراكمات وتغسل كل الصدق ثم بعد ذلك ماذا نفعل؟ لابد أن نهتم بالجمال كل واحد فينا يهتم أنه يشوف الحاجة الجميلة في شريك حياته كده تتجدد الحياة الزوجية وجده على طول مع تجديد الحياة الزوجية نبقى على طول في محل نظر ولطف رب البرية يا رب اجعلنا على الدوام في محل نظرك نجدد حياتنا الزوجية ونفتح أيدي قلوبنا للسعادة والهنى واللطف والحنان الذي تنزل علينا يا كريم يا ودود يا حنان يا منان رزقنا السعادة في كل زمان يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة